السلام عليكم. فمعظم الوقت بيبقى عندنا السور حابين نعدل فيها او نغير فيها. ولكن ما بيبقاش عندنا ادوات ولا المعرفة الكافية علشان نقدر نعمل الموضوع ده بكل بساطة. ولكن مؤخرا بعد انتشار وتطور تقنية الزكاة الالصناعي. وده مجاهة في معظم برامج الجرافيكس الموضوع ده تغير تماما. لدرجة ان بقى فيه ادوات مذهلة بتكتب لها بس اللي انت عايز تعمله في السور. وبتقدر تعمله لك بكل سلاسة. واحد من التطبيقات الفريدة والمزهلة دي هو تطبيق فاير فلاي. اللي شركة ادوبي اصدرته مؤخرا للسنة دي. وادمجت فيه تقنية الزكاة الالصناعي. وقتحته كمان بشكل مجاني للجمهور عشان يجربوه. باختصار ادوبي فاير فلاي هو واحد من التطبيقات المزهلة اللي بتستدم تقنية الزكاة الالصناعي فيه تعديل ومعالجة السور. شركة ادوبي لسه شغالة على تطوير ادوبي فاير فلاي. وبتضيف فيه ادوات كل شوية. ولكن فيه ادوات دلوقتي بقت متاحة للتجربة. زي مسلا ادات اللي بتاخد النص اللي انت بتكتبه لها وتحوله لك صورة. زي مسلا ادات بالزبط. والادات التانية الخطيرة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة هي ادات اللي بتقدر تعليق لك السور باستخدام الزكاة الالصناعي. تعالوا نشوف ازاي نقدر نستخدم في معالجة وتعديل السور بكل سلاسة. يلا بينا. اول حاجة هنعملها نروح نفتح البراوزر بتاعنا سواء من ديسك توب لابتوب او من الموبايل. وهنكتب فاير دوت ادوبي دوت كوم. بعد كده بروح على يمين فوق وبدوس على زرار ساين ان. وهنا هيبقى عندي اختيارين. لان ما بعمل ساين ان سواء بحساب جوجل فيسبوك او او بالاميل الشخص بتاعي. ولو ما عنديش حساب او ما عملتش حساب على ادوبي قبل كده. بادوس على وببطل يعمل حساب جديد عن طريق اي خاص بيا سواء جوجل فيسبوك او ابل او اي ايميل شخصي. طبعا انا بفضل اعمل حساب عن طريق جوجل. لان ده بيسهل عملية او تسجيل الدخول وما بحتاجش اعمل باسورد مختلفة. اول ما بساين ان على موقع بلاقي في مجمع من الادوات اه في منها عليها اه زرار مكتوب عليه بالازر اكده ودي ادوات متاحة ممكن ابتدأ اجربها وفي ادوات تانية لسه فدي لسه تحت الانشاء زي ما وضحنا في بداية الفيديو لان ادوبي كل شوية بتضيف جديدة او جديدة في من الادوات المتاحة هم اربع ادوات تقريبا اللي هي بتحولي او بتاعي للصورة باستخدام الزكال الصناعي وفيه الادات اللي هي اللي بتقدر تعدل في المحتوى بتاع الصورة وفيه ادتين تانيين واحدة اللي هي اللي بتعملي بشكل كده او شكل زي ما احنا شايفين وفيه اداء رابعة بتديني يعني الوان مختلفة للصورة اللي انا بدها لها. احنا طبعا تركزنا كله على ادات في الحلقة دي. ولكن انا حابب بيوريكو نابضة سريع عن لانها بصراحة اداء برضو مميزة جدا ومثيلة جدا ولكن هنا انت ممكن تجربها انت اول ما بتخش على الاداء بتلاقي مجموعة من الصور المبهرة زي ما انت شايف كل ده معمول باستخدام الزكاء الاصطناعي او من وحي الزكاء الاصطناعي. وبيبين لك هنا التكست اللي بيبقى مكتوب فوق ده هو ده التكست اللي استعدم عشان يكاريت الصورة دي. فده طبعا انت ممكن تساعدمه كرفرانس او مارج عليك او تتعلم منه هم بيعملوا الكلام ده ازاي. لو انت جدت هنا تحت البساطة ممكن تكتب اي حاجة. اه انا ممكن اكتب استروت اه دوج مسلا. يعني كلب في الفضائي مسلا او كلب في الفضاء. بمجرد انها كتبت الكلمة ودست على جينيريت. بياخد بس شوية وقت ويبتدي يديني اربع صور كلها معمولة بيستخدام زكاء الاصطناعي. طبعا هنا بداني شوية اربع صور شكلها الى حد ما كارتوني شوية. ولكن انتو لو لاحظتم على يمين فيه شوية فلاتر هنا. هو هنا طبعا هو مختار انا مش عايز الصورة دي لانا عايزها صورة حقيقية زي فوتو كده. وعايز مساحة بتاعتها تبقى اكبر شوية. تبقى مسلا بورتري. فممكن اختار دي ودوس او هيبتدي اعمل الصور وهيديني نتائج مختلفة طبعا عن عن طريق الفلاتر اللي انا غيرتها هنا دي. زي ما احنا شايفين ادينا شوية صور شكلها الى حد ما فعلا واقعية او حقيقية فعلا. وممكن بقى لو انا عجبني اي صورة منهم ابطل ادوس عليها واعمل صور مسيلة لها او اغير فيها زي ما انا حابب. طيب هنرجع بقى للادات التانية وهي موضوع حلقتنا النهاردة اللي هي او ما بخش على اللي برضو بيديني شوية امثلة هنا ازاي هدر استخدم ادادات مسلا على عشان اشيل بكل سلاسة او علشان اغير المحتوى زي ما احنا شايفين بتاع الصورة بكل احترافية. هبتري بقى ان عندي صورة عايز اعدل فيها هاجي هنا على الزرار الازرق ده اللي هو وادوس عليه. وهاختار الصورة عشان اعمل هابلود. وهبتري اعدل فيها. اول حاجة انا محتاجة اعملها في الصورة دي. انا عايز اغير القميز ده والبس بدلة مسلا. فهاجي هنا هاعلم. اختار طبعا اللي هو الزرار اللي هو اد ده. وهبتري اعلم كده. لو انا حاسس المقاس بتاع البروش نفسها او الفورشة صغير بدوس على وبقدر اتحكم مسلا في بتاع البروش. مسلا هكبره شوية عشان اعلم اسرع سنة. وهبتري اعلم في المنطقة بتاعة القميز. زي ما احنا شايفين. وطبعا لو انا حسيت الفورشة كبيرة شوية هرجع اصغرها على حسب الحاجة. اما حاجة التعليم بتاعي بقى دقيق ما سيبش اي حتة. وانا هنا طبعا ادم هلبس بدلة والقميز هيبقى مقفول. فالافضل اللي انا ااخد حتة كده من الجزء ده اللي هو فرقابتي. وهصغر الفورشة تاني عشان اعرف اعلم على الحتة اللي فوق دي بدون ما ااخد جزء كبير كده زي ما احنا شايفين. واعلم طبعا على الجزء ده. بعد ما خلصت ممكن اعلم كده. بعد ما خلصت هبتري بقى هاجي هنا في ده. وهكتب ان انا بحلم او اي حاجة بتخيلها. فهاجي مسلا انا عايزة البس بدلة هكتب له بلون معين. ممكن اكتب له مسلا عايز بدلة رماضي مسلا. جري سوت. اه وعايزة البس جرافطة مسلا لونها احمر. اه وز تا ريد. اه ريد طيب. بعد ما بخلص بيدوس بس في خلال ثواني هيقدر يغير القميس والحاجة لها كنت لبسها. وهيلبسني بدلة بجرافطة لونها احمر. او بدلة رماضي طبعا. زي ما احنا شايفين. ممكن النتيجة الاولى ما تعجبنيش قوي. احس اللي هي مش واقعية قوي. ولكن ايه لحد ما انا شايفها مش وحشة والله. تعالوا نجرب التاني طبعا هو بيديني تلاتة اه او تلات نتائج. ببتري بقى اختار منهم ما اشوف اني الانسب. انا شايف دي حلوة مش وحشة بس الجرافطة مكابلة شوية. دي برضو معقولة. لو مش عاجبيني التلاتة بدوس على مور بيبتري يديني تلات نتائج مختلفين. ما بتري برضو اختار منهم. دي معقولة شوية. لا مش قدي كده. ببتري اختار دي مسلا حلوة شوية دي عجباني. ولا دي. دي كويسة. وكمان ممكن بقى بتري اعمل اكتر من كده. فممكن اشيل لو انا عجبني الشكل ده بدوس وابتري مسلا اغير في بقية الحاجات. لو انا مسلا عايز احط خلفية غير البيضة دي. بالمميزات البرنامج ده اللي انا ممكن لو انا دوس على كلمة دي بكل بساطة. هيشل من الصورة في ثواني زي ما احنا شايفين. قدري يفهم وشلي بكل احترافية. ممكن اجي هنا واكتب له بقى اي حاجة عشان يضيفها لي في ممكن اكتب له مسلا اكني انا مسلا قاعد في مكتب او حاجة. واعمل لي الخلفية بتاعتي اكنها خلفية بالكتاب. زي ما احنا شايفين عملي آآ اوفيس. وبرضو مدين هنا اختيارات اغير ما بينهم. وطبعا اعمل هالي شوية عشان آآ يعني تبقى معقولة ولكن انا ممكن اعمل آآ اللي انا عايزه يعني. تمام? ولو مش عاجباني ممكن اكانسل واقول له كلير وارجحها زي ما هي. طبعا طبعا ده يعني ادانا فكرة لو انا عندي اي صورة وعايز مسلا ما عنديش وقت اللي انا الصور تاني او كده انا ممكن خير المحتوى لو انا لابس تشيرت. البس نفسي بدلة. لو انا لابس بدلة. لابس نفسي. فبصراحة حاجة آآ ممتازة جدا يعني. بعد ما بخلص طبعا بقول له. وبيبتلي يديني الصورة آآ بشكل مسلا جي بي جي او او زي ما انا حابب. اتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم آآ ويكون استفدتم حاجة جديدة. آآ لو الفيديو عجبكم او نعمل في القناة عشان يجيناك كل البديوهات الجديدة ان شاء الله. ورجاء الشير برضو لنشر المعلومة والعلم بإذن الله. وحشوفكم في فيديو جديد مع عصام او تعلم تكنولوجيا مع حمل عصام.